ليس طبعاً دي كواليس وهنزح لحضراتكم من داخل القتيل ومن داخل مقر النادي الأهلي أو بعثة النادي الأهلي في برج العرب هنزح لحضراتكم كل هذه الكواليس وأكيد بنشكر كل طاقم أو فريق طاقم النادي الأهلي اللي متواجد البرج العرب منذ الصباح عشان ينقل لحضراتكم كواليس المباراة. النهاردة في حدث مهم الساحداشر وهو أن فريق تحت 17 سنة لكرت القدم واللي بيأخذ بطولة زد الدولية في نسختها الأولى في ملاعب زد بالتجمع أو في القاهرة الجديدة النهاردة هيلعب مبرانة نهائية إن شاء الله مع فينورد الهولندي. فينورد الهولندي والنادي الأهلي في المبرانة النهائية لتقاوم الساعة 11. النادي الأهلي تأهل بعد أن فاز على بانتنياناكوس اليوناني بنتيجة 2-1 وطبعاً فينورد فاز في قبل النهائية أو تأهل النهائية على حساب زد بعد أن فازها بدربات الجزاء الترجحية. كلام ده كان مبارح. بدربات الجزاء الترجحية بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي والمباراة يكون الساعة 11 وإن شاء الله يكون لنا مرسلين هناك بإذن الله مريم سميح وفرقو صلاح ونرهان طمان. هيكونوا موجودين هناك. ونقلل لحضراتكم الكواليس واللقاءات لهذه المباراة. على أن تزاع المباراة والكواليس لاحقاً بإذن الرحمن. وكل التوفيق لفريق الكرة موليد 2007. طيب يعني ممكن نشوف الكواليس يا جماعة. الكواليس جاهزينين دا نتفرج عليها. طيب نروح لها تشوف الكواليس بالتفصيل. طيب خلينا نروح النهاردة طبعاً زي ما حضراتكم شايفين دي الكواليس. وده اللقاء قبل لقاء النهاردة. نهاردة يعني تومسون النهاردة هو على وجبة الغداء أو الفطار طبعاً لأنه هما اللعيبة صايمة. الكواليس دي من ساعتين تقريباً زي ما حضراتكم شايفين. الاهتمام مقر البعثة. عبدالله ناصر عندك هاب أمين. عمر طارق. مروان سرحان. عمر الجندي. أحمد اسماعيل طبعاً عرفته. عندك عمر عزب. أبو النصر. الفرقة كلها النهاردة كانت على الفطار. وبتستعد الفطار مستر أجوستي كمان. بيتناول معهم وجبة الفطار في نفس التوقيت. والاهتمام من القتيل أو من المقر الأعاشة للفريد. طبعاً عمر زهران دي يمكن قبل المباراة على طول. الجهاز الإداري خلاص بعد الفطار. طلعوا لبسوا واستعدوا ونزلوا للانتظار للانطلاق لأرض الملعب. وده تحركهم لأرض الملعب. الكلام ده منذ لحظات يا جماعة. عشان يعني تبقوا عارفين حضراتكم الفرقة دلوقتي في أرض الملعب. فإحنا كنا معاهم لحظة بلحظة هناك يعني. زي ما حضراتكم شايفين. والاستعدادات والتركيز اللعيب اللي بحب يشرب شاي. اللعيب اللي بسمع موسيقى مثلاً قبل الماتش. كل واحد واستعداداته. مباراة مهمة جداً. النهاردة بتحطك بشكل كبير. بتقطع خطوتين كبار من ثلاثة للتأهل للمباراة النهاية. طبعاً ده داخل الأوتوبيس الفرقة. وهي رايحة على المباراة. طبعاً مؤمن خير ينضم للفريق بعد أن هم بارح مباراة عشرين سنة. زي ما حضراتكم شايفين الاستعدادات واللعيبة مركزة. وإن شاء الله يعني الفوز النهاردة. طبعاً كريم حاتم. بوينجارد صاعد الواعد. أحمد اسماعيل. الكل سيف سمير. الكل يجاهز إن شاء الله. يمكن المباراة اللي فاتت. وده تحرك الأوتوبيس. وكان كاميراة قناة النادي الأهلي مع الفرقة في كل مكان في التحرك من أوتيل أو مقر الإقامة في برج العرب إلى الصالة المغطاة. الحقيقة طبعاً إحنا مش هيفوتنا. يعني إن إحنا نشكر كمان اتحاد الكرة السلة. بكادة الدكتور مجد أبو فريخة. الحقيقة لإتاحة لنا الفرصة إن إحنا نزيع هذه المباراة. طبعاً دي حاجة أو خطوة جيدة جداً بتساعد على نشر اللعبة. يمكن في بعض الاتحادات من غير ما سميهم. أكيد حضراتكم عارفينهم. بيمنعوا الكاميرات من الدخول. وبيمنعوا المتشاط من الإزاعة. فطبعاً دي حاجة بتخلي الجمهور بتحلم الجمهور من المتاعته. مهيب طبعاً. هاب أمين. يعني إحنا نشكر تحكرة السلة. ونتمنى كل الاتحادات تحدو. وعلى فكرة تحكرة الطائرة نفس الكلام. تحكرة الطائرة الحقيقة وبيدي قيمة تسوقية كبيرة للدوري. غير لما أنت تقول لا أنا مش زاعة المباريات. ويعني يمكن التحكرة اليد بالأخص هو اللي بيحرم الحقيقة الجمهور. يعني بيحرمها بشكل كبير قوي. من إزاعة المباريات. ودي حاجة الحقيقة نفسنا إن شاء الله التحكرة اليد يراجع نفسه.